تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة الأسطورة زين الدين زيدان قل أمثاله ونظرأه الأسطورة الفرنسية في كأس العالم 98 كانت بدايته التاريخية جدا واجه في منوديان 98 في الجولة الثانية المنتخب السعودي في دور المجموعة هذه المباراة كانت بعدما الأخضر خسر المباراة الأولى مع الدنمارك بهدف نظيف وفرنسا سحقت جنوب أفريقيا بثلاثية في ذلك اللقاء صورة خالدة زيدان يتعرض للطرد فما قصته تعود اللقطة إلى الدقيقة 70 تحديدا وكانت فرنسا متقدمة بهدفين حاول زيدان يحصر على الكرة من فؤاد أنور فما قدر فاتدخل بقشونه وتقام بدهس رجله ليطيب طرده مباشرة ورغم خروجه نجح المنتخب الفرنسي من تسجيل هدفين إضافيا لينتهي اللقاء بأربع أهداف مقابل لا شئ علما أن المنتخب السعودي عانى في ذلك اللقاء من طرد مبكر جدا للاعبه محمد خلاوي في الدقيقة 19 أهداف فرنسا سجلها تيري هنري تريزيغي ولي زرازو الطرد هذا كاد يخرج فرنسا من المونديال للعلم لأنه صحيح المباراة الثالثة كانت محسومة يعني مش مهمة ولعبه مع الدينمارك لكن زيدان غاب عن مواجهة باركوي في دور الستاش اللي كسبها منتخبه بعد الأوقات الإضافية بهدف لوران بلان وبعد ذلك عاد زيدان للمنتخب ولعب أمام إيطاليا ثم كرواتيا ثم أهدافه العظيمة أمام البرازيل لتبدأ الأسطورة منذ تلك اللحظة اشتركوا في القناة